لا أريد أي تدخل عسكري في سوريا ولا أظنها خطوة سليمة وضرورية في المرحلة الراهنة ما يجب عمله وضمان حكومة انتقالية تكون حكومة مسؤولة تضمن مصالحنا أيضا وأريد أن أضمن فقط أن هذه الجهة يجب أن تكون مسلحة لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها وتكون قادرة على الإطاحة بالأسد ولكنني لا أريد إقحام قواتنا في عمل عسكري ويمكننا ضمان ذلك بمساعدة حلفائنا في المنطقة إنها أزمة استمرت أكثر من سنة وهذه فرصتنا لتأكيد دورنا القياد ما فعلناه حتى الآن هو حجة تأييد الدولية على الاتفاق على ضرورة رحيل الأسد وكمنا بفضل العقوبات على رضا بالأسد وقدمنا المساعدات الإنسانية كما أننا نقوم بمساعدة معارضة على تنظيم نفسها لكن في نهاية المطاف على السوريين أنفسهم أن يقرروا مصيرهم ونحن نقوم بمشاورات مستمرة بشأن ذلك مع هلفائنا في المنطقة مع إسرائيل والتركيا علينا مساعدة المعارضة ولكن علينا أن نفهم أن أي تدخل عسكري يجب أن يكون مدروسا ولا يمكننا أن نبادر إلى تسليح أطراف يمكن أن تنقلب ضدنا في المستقبل وأن تشكل خطرا علينا ترجمة نانسي قنقر